أبو علي من جانب آخر قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية في مصر كنا سمعنا أنه الأهلي دخل في مفاوضات كبيرة جدا مع سرمية كلبترة عشان يضم أحمد رمضان بيكهم وكان فيه ترحيم من سرمية كلبترة وكان طبعا فيه قوة من النادي الأهلي لحاسم الصفقة بس في الآخر الصفقة لم تتم إلا حصل ساعة خمسة بالضبط أو أربعة الفجر كده أحمد رمضان أحمد بيكهم جالوا التليفون من إدارة تعقودات في النادي الأهلي إحنا بكرا نخلصك من سرمية فجأة بعد ماتش المنتخب حصل تدولات جهة الجهاز الفني فأنا جالي خبر حتى قلت عندي على القناة أن الأهلي بيخلص حد قبل إغلاق بابتقال وحجز مكان كلم مسؤولي اتحاد الكرة وحجز مكان اللعب أهل نفسه وكان رايحي لما حكته الموضوع خلصان وتاه بقى في النص من سبب فشل الصفقة اللعب يتقله المدير الفني السبب كابتن أيمان رماضي أيمان رماضي وفي المدير الفني بقول لها الإدارة السبب هو محتار حتى اللعب كتب عنده على ستوري كده على استجرامه مساء حاسبي الله نعم على الوكيد كان مداء جدا وكان مداء نفسه أنه هو كان نفسه يرجع لأهلي تاني ويعرف حالة السعادة بقى أنه راجع بيته بقى والأهلي لقى وقعي لك في اللحظة الأخيرة أه في آخر الساعات دي بتبقى نقلة ومنضم المنتخب مصر فرجعت أن يلعب دولي وفي نفسه لقى راجع النادي الأهلي فبالنسبة له نقلة طبعا فمرة واحدة لقى الموضوع بيبوس طبعا وتاه بقى تهينا المهم بتلعب مين بقى اللي كان رافض لحد دلوقتي محدش يعرف إدارة بتقول ده المدير الفني تمسك به مدير الفني يعلم عنديش مشكلة الإدارة هي اللي رافض وكان يمتفين على كل حيات دي بقى الأهلي كان عايز أحمد رمضان بك عشان الإصابات المتكررة اللي متوليوا وبعد كده الإصابة اللي جات لياسر برهيم في العضلة اللي انضم فالراجل كان شايف إنه حل كويس يقدر يلعب باكي مين بشكل كويس ويقدر يلعب سر باك بشكل كويس فإنه هو عارف أنت القد بيقفل خلاص فاضي اللحظات وساعات وعايز أجيب لعيب لما تزنق أو يعني بيك همضوع اللعيب كبير وإمكاناته كبيرة يبقى موجود معايا استاند باي في أي لحظة يشارك في مكان